مرحبا بك ولينا كي نعيشو واحد الحالة ديل واحد الانتقالة ولا واحد طفرة نوعية في العالم ديل التكنولوجيا اللي اول كونسوماتي غلو اول مستهل اقتقاس باهم وليداتنا ولو كيستهلكوها بواحد الشكل اللي هو كبير بعض المرات كيكون الاستهلاك ايجابي بعض المرات كيكون سيلبي الاباء دايخين وصنون هادشي كله ما عارفش كيفاش يتعاملوا مع وليداتهم واشي يعطيوهم هاد الوسائل ديل التكنولوجيا يحيدوهم ليهم مهم كين مجموعة من التساؤلات اولا علش في نظركم تم كاخصائين وقعت هاد التعامل ديلنا مع التكنولوجيا تحركا نظن كانوا بجموعة من الوسائل للتكنولوجيا في شكلنا صغر ولكن اليوم كين واحد تعامل معها بواحد شكل ما بغيتش نقول ادمان ولكن بواحد شكل اللي هو ولا واحد دواتير اللي هي كبيرة وكبيرة بززاف حد اليوم عصرنا ولا عصر وليداتنا هو عصر التكنولوجيا والعولمة والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ولينا محاطين ومحاصرين من كل جهة بأنواع متعددة من الأجهزة الإلكترونية ولو ضروري في حياتنا وما جزء لا يتجدد في حياتنا اليومية ولداتنا اللي ما كبروا بالتابليت والسماختفون والتليفون احنا ما كبرناش بحكا احنا كبرناك لأبو الكورا لعبناك لأبو غم ميدا كاش 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 يعني خدر فواكي كيولا مروانا شو طرمبية لعبنا بها تشبعنا اكيد وتلفازك لنا كنت تنهوه بش يلا كنت تبدأ معستلعشيها ولا شي حاجة اذا اليوم الوضعية اختلفت بزاف كينين ايجابيات لهات التكنولوجيا هادي كيف ما قلت يا جوز لا يتجز ويمكناش نعيش بلا بهم سهلنا الحياة سهلنا التواصل سهلنا الحصول على اي معلومة بغيناها في دقائق وفي تواني ولو ضروري ايضا في الحياة المهنية في الحياة العملية لما كناش متمكنين من البروغرام انفرماتيك ما غالقوش بلاستنا اذا عندهم ايجابيات ولكن المشكلة الكبيرة وهي الادمان او الاستعمال المفرد يقدر يوصل الادمان لا بالنسبة الكبار لا بالنسبة الصغر مني كنندرو على الصغر كنندرو على واحد الاستعمال يقدر يؤثر على مش يقدر بالتأكيد يؤثر على الصحة دي المجسدية صحة نفسية على سلوكهم فلازم ما نعرفو كيفاش نواجهو هذه الضائرة هذه خصوصا ان هات الاجهزة تنتوفرها في جميع البيت وجميع الاسر لان الثمن ديالة في مولدين هو الجميع فالكل معني بالأمر يعني جميع الفئات الاجتماعية معني بالأمر لازم نشوفو كيفاش نقبطو العسام من الوسط كيفاش نضبطو الميزان ما يكون لا يفرط ولا تفريط حيث ممكناش نحيدو الأجهزة هادول ليداتنا هذا العصر ديالهم سحابهم في المدرسة الأقارب ديالهم في العائلة جيران كل شي عندهم احنا كآباء كنستعملوا ممكناش نحرموهم منهم ولكن في وقت كيفاش غنقن نوات الاستعمال كيفاش نخلوهم يستبدو من الإيجابيات ديالة الأجهزة هادية بلا ما تأثر يعني الصحة ديالهم وللنمو ديالهم وللسلوك ديالهم أكيد تكلمتي في المقدمة ديالك على سلوك وصحة أطفالنا وهنا نبغيو نعرفو ونرجيش أنه هو تأثير تكنولوجيا على السلوك وعلى الصحة ديال الأطفال عندها تأتي كبير من تكون استعمال مفرط احنا مليكنا ندروع للطفل لكن ندروع لطفل خصوية لعب خصوية تحرك هادو مهمين بزاف الحركة مهمة بزاف نسبة النمو الجسدي النمو النفسي الجميع الحواس الاكتساب المهارات مليك يدوز الوقت بزاف في الأجهزة الإلكترونية ما يقدرش يتعلم هادشي كله عنده مشاكل كبيرة إلا أخذينا الأطفال لقل مربع سنين فما بين الأضرار اللي كتبان في الإفراط في الاستعمال هادو الدراسات اللي بيناتها على أن النمو السليم الدماغ يتأثر الدكاء التركيز الانتباه الداكرة وأيضا يقدروا يتعرضوا للتأخر في النطق هادو بالنسبة لأطفال لقل من ربع سنين يعني بخلاصة ممنوع نهائيا أي جهاز إلكتروني بالنسبة لأطفال لديهم قل من ربع سنين بالنسبة للسلوك فأكيد أنا نحضو حتى تغيير في السلوك غيقولوا إما عدوانيين أو عنيفين لأن الألعاب الإلكترونية والأفلام الأكرتونية كتروج لفكرات ذلك البطل اللي كيبقى يضرب كل شيء وكيربح كل شيء وكيقتل كل شيء فهما كيقلدوه أكيد غلقوا واحد العنف يقدر يقول لي إنعزالي وانطوائي وكيبقاش يتفاعل مع الناس يتجاوب مع الناس كيقولوا عنده مشاكل كثيرة مشاكل اجتماعية وسلوكية كيتعلم لك الدوب حيث كيقول لي كيتخبى على والديه باش يأخذ التليفون بالتخبية بلا ما يشوفوه وكيكونوا معرضين أكتر للإضطرابات نفسية كالاكتئاب والقلق والإضطرابات العاطفة يعني تغيرات في المزاج الطفل أيضا كيسترح بالساف حيث كيبقى يفكر دائما في ذلك اللعبة اللي كيلعبها ولا في النيفو اللي يوصل هاتش كيأثر على التركيز يالو كيأثر على المستوه الدراسي كيأثر على المستوه التعليمي يعني يمكن يكون في نفس القسم ما يكونش عنده نفس المستوه التعليمي بحل أقران ديالو يعني هاتي الأضرار من ناحية السلوكية بنسبة للصحة الجسدية فالعينين ديالهم كيتأترو بدوك الأشيعة تقدر تبعن عليهم اتطرابات في الشهية يا إما كتقل عندهم الشهية إما كينسوا تماما أنهم يأكلون لأن ديما مشغولين بالاسمارتفون ديال أكيد وإما وهذه المشكلة الكبيرة وذي تبتت بدراسات أنهم كيتعرضوا لمشاكل ديال السمنة والبدانة يعني كيبقوا قاسين وكيبقوا ينقبوا النهار كله وتياكلوا وإحنا كنا كنا نعرفوا يعني الأضرار ديال البدانة والسمنة على صحة الأشخاص ولا صحة الأطفال منهم أمراض السكري منهم أمراض القلب منهم أمراض متعددة كيتشكوا بزاف من الحرق في الرأس بقوة الأشيعة بقوة مجهود اللي كيبدلوهم ممكن صندخين لديك اللعباء ديالهم كيتشكوا من الحرق في الضر لأن الجلسة ما كتكونش مقدة وكيكون عندهم أيضا الترابط في النوم ما كيكونش النوم ديالهم بوحد الجودة كافية يا إما كيضروا كوابيس يا إما كيكون عندهم أرق يا إما كيضروا على الصباح كما تنقول عليهم دربوري تحلموا بهذا كسماغتفون ولا بطابلت كيباتوا يحلموا به هذه كلها يعني الأضرار ديال الاستعمال المفرص فتنقول للأبوين هذا رهنقص خطر خصنا ولابد من قلنوا الاستعمال خصوصا من كيضروا للأطفال فما زال يمكننا سيطروا عليهم نعم أنا هنا رجلس قد نحلو واحد القوس هو دي المراهقين كان عرفونا اليوم المراهقين هم لو كيدخلوا بزاو ولا كيدوزوا واحد الوقت طويل في مواقع التواصل الجماعي بوسيبل لأنهم كيدخلوا بمحتفل جو فيديو وراء دونك شنو التأثير ولا شنو المضاعفات على الصحة النفسية ديرهم والصحة العام ما حتهمه أكيد من جميع النواحي ونحن نظروا على إدمان أكثر عند المراهقين ونظروا على استعمال مفرد عند الأطفال لماذا؟ حسن نقول استعمال مفرد ما زال حنا قادرين تحكموا فيهم المراهقات تكون شيئا صعبة خصوصا لما كانت واحد العلاقة المبنية على التواصل على الاحترام على الصداقة مع الأبوين فكما كان قلنا عرفين كيف سنقوموا واليوم بزاو المراهقين والمراهقات يبنيوا حياتهم في ذلك العالم الافتراضي هذه الاتباة الذات وذلك القيمة التي يقلبوا عليها يلقوها في عدد المتابعين ديالهم في عدد اللايكات في عدد التفاعلات التي يكونوا مع التصور ديالهم هذا شيء يكون نوع من الانفصال عن الواقع وهذا خطير جدا لا بالنسبة للنمو ديالهم النفسي والجسدي ولا أيضا يكونوا عرضة مثلا للشباكات إجرامية أو للنصب أو للحتيال أو لا كيتعرفوا على مواقع إباحية إذن أكيد أن بنسبة المراهقين تكون أضرار كبيرة بزف ولازم نعرفوا كيفاش نتعاملوا معهم وكيفاش نقننوا هذا الاستعمال هذا أكيد نرجيس مني كانت تكلموا على هذا الاستعمال المفرط ديال التكنولوجيا ربما كان نلوز المرحلة أخرى اللي هي الإدمان ولكن وقتاش كانت تكلموا على الإدمان وماشي على الإفراط في الاستعمال هو الإفراط في الاستعمال عند الأطفال يقدر يقول إذمان إلا ما كانت مراقبة للوالدين إلا ما كانت تتبع للوالدين للوقت للإستعمال للمحتوى والمضمون الذي يتعرض له الطفل أنا سأذكر بعض العلامات إذا كان منها ثلاثة أو الأربعة هنا تقول الأبوين خسكولة تدخل يمكن والدك يمشي الإذمان للتكنولوجيا ويكن حياة الطفل هي اللاعب هي الحركة هي المدراسة هي نعاس مزين هي نعاس مزين هي نعاس مزين اسمحي يا نرجس كان بعض الأطفال يوصلون لا يريدون أن يخرجون مع والديهم من الزيارات العائلية لأنه لديه لأبوين يتعرضون فيها وإذا كان يتعرضون في الوقت يتعرضون رأسه كمبليت وهذا ما العالم يتعرض هذا ما بين المؤشرات الأولى يخص يتعرضون من الزيارات مالذي لا يتعرضون من الزيارة ويقعون من الزيارات ولا يخرجون من الزيارات المالذي وتملك أو لا يخرجون المالذي اولا كانوا مضطرين بالتعلق من قبل انهم يدخل يرغب لأن حيث كلها تأتي على الجهاز الإلكتروني يتنفس به ويعيعيش به ثانيا إذا زول تилиفون أو للتابليت بالنسبة للطفل الصغير كيف يبدو يبدو بحد البكاء هستيري واحد نوبات الغضب اللي كيف يبدو تقول أنت مستحيل يعني ممكنش هذا بحل العالمات إدمن بحلش واحد يكتحيد له يعني المخدرات شو حاجه كيف يفقد السيطرة أو لات يبقى أود لك لأفخاز ربما في حد السن معين طفل كيبقى يقول لك وعلاش وعلاش حيتيه ليا وعلاش 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 وبعد المرات بقى لأباء كيستسلموا لأنك يوم نسمع هذك سؤال علاش على شنو رأيك نرجيس أكيد وغي يقول علاش منحقوا يقول علاش إذا نحنا الدور دينا نفسروا له علاش ما تش نعطوه وأهم حاجة هي من يعني ما نضعفوش قدام ذيك الرغيب دياله لنقولوا ما فيها بسكة وهذه غن ندرع لما بين نصائح اللي غادي نعطوها للآباء لأنها دوكي فاش هدو اللي غادي يمكننا باش نقننوا الاستعمال ونكونوا متفقين كنا على واحد القانون واحد القواعي اللي غادي نكونوا ماشين عليها كلنا ما بين العلمات أيضا وهي أن الطفل غي كنوض في الصباح أول حاجة كي ديرها ماذا ما در تشي حاجة كي يجري لذلك التليفون أو للطابلت أو للسماء تفون ما كيعرف تشي حاجة ما غادي يفطر ما غادي واخد كون عنده المدراسة ممكن ينوض مقبل غي باش يمشي للتليفون ما كيبقاش يدير الأشياء أو للألعاب اللي كانت كتجيب له المتعة من قبل تشي حاجة ما قد كتجيب له المتعة وإلا عيطي له إلا عيطي له ما يسمعكش وإلا عطيته التليفون غنسه بسوية عشر تسوية ما غاديش تحسبي نهائيا تلماكن ما يفكرش فيها لا ما غاديش نهائيا في الماكلة ولا كيبديد لك الشانتاج كيبديد لك ابتزاز أعطني التليفون ومديلك هذي أعطني هذي إذا هدو علامات اللي كانت متكررة ومستمرة هنا تقول الأبوين عندك هذا نقص الخطر يمكن ولدك ماشي في الإدمان وما زال بإمكانك أنك أنت تتحكم في الموضوع نعم وحنا كنت تتكلم على هذا الموضوع اليوم حيث بزاف ديال الأباء ما زال معرفوش كان نظن بالخطورة ديال الاستعمال المفرط ديال هذا الوسائل ديال تواصل الشيماعي ديال الموقع تواصل الشيماعي أو ديال هذه الإجهزة الإلكترونية وبعض المرات ماشي كنستسلمو كتر من هذا كنبغيو بعد المرات غير نشغلو هذك الولييد باش نقضيو الحاجة ديالنا مثلا بعض المرات فكنظن هذا أكبر غلاط كنديروه فحق هذك الطفل اللي غدى احنا نقدرون تحملوا المسؤولية ديال شنو غادي ولي أو لهذا الشاب غدى لكانوا عندهم جموعة من المشاكين النفسية فاتحنا قصنا نتحمل المسؤولية ديالنا كطرف اللي خلينا ومرضينا شلي باش كان صغير ولينا كنشوفو ده با رضع يعني ممكن ست شهور ساعة شهور فإن شاء الله كيبدأ يقلس في الكرسي ديالو كتحطوه هذا بقدم تلفازة باش واحد وهذا خاطر بزاف خاطر بزاف النمودي لهم اليوم الأكاديميا الأمريكية لطب الأطفال كتنصح باش الأطفال يقل من سنتين قل من عامين ما يتعرضوش للنهائي لأي نوع من أنواع الأجهزة الإكترونية كيف ما بغد تكون حتى تلفازلة من عامين تلك خمس سنين ساعة وحدة في النهار لا أكتر ومن خمس سنين لفوق ساعتين لا أكتر يعني هذو النصائح في النهار احنا كتبنا صعيبة قاسحة نقوله كيف هل نديرو حتى كنا يكون وليداتنا عايشين مع التلفون ولكن كان لأنها مهم زعب نعرفوها نحن نعرفوها مجموعة من الحلول ونصائحة نقدموها للأباء اللي كتبوا على البرنامج جديا لنا باش نساعدوهم كيفاش يتعاملوا مع وليداتهم بهذا الخصوص نشوفوها من زاويتين الآباء الدور ديالهم هم حتيما القدوة مثل الطفل حتي الطفل قلت السلوك للأبوين والثانية كيفاش نحن مجموعين غادي نحضروا قواعد وحدود وكيفاش نتعاملوا بالنسبة للأباء كيف ما قلنا نحن قدوة ما يمكنش تقولوا لك حط التليفون ونتا من ليك بدخل في النهار من ليك بدخل الليل من بعد الخدمة هو كيش نهار كل ونتا في التليفون أو لأمتي ينهار كل ويكوني كونكتة ما يمكنش ما غا تقولوش تدري واحد الحاجة اللي ينتكديرها إذا أول حاجة هي مني ندخلوا من الدار نكونوا متعودين أننا كنحطوا التليفون في شي بلاسة بحلي كنحطوا الصور التنوبيدة بحلي كنحطوا صبتنا تكونوا عنا يعني طقوس عادة تبعناها باش توليدتنا كيشوفوها انت فيو التليفون أو للتليفزيون أو للتابليت أو لأي حاجة مني يكونوا مجموعين كنا في شي وجبة أو حول المائدة علشانا اليوم واترات العيش ما خلاتناش بقونا نطلقا في الفطور وغضاء والعشاء ونقصدها من عدد التلفازات كنا نرحس بزاف دي الناس اليوم والتليفزيون في الكوزيناء في صالون في بيتناعس في صالون في صارمون حتى هذه القطرة ديال الشاشات مثلا اللي كتكون في البيت ديال نحتي تخلينا نستهلكو بعد التلفزيون مخصوش يكون نهائيا في البيت دي الأطفال نهائيا وما يقول الأطفال تدارش رسنية تدارش رسنية تدارش عام حول المائدة نهائيا كيف ما قلت نجمعها إما في الفطور إما في العشاء بدلا نقل نجمعها كنتلاقوه في الغضاء إذا نحيضون يذلك الوقت مخصص باش نتواصلوا بناتنا باش نتكلموا باش نتكلموا باش كل واحد يعرف لاخر كيف يدوز نهار دياله قبل من نعاس بساعة أو ساعتين نحيضون نهائيا تماما أي جهاز إلكتروني على الشيعة اللي كتصدر من هذك الجهاز كتأثر على الإفراز ديال الميلاتونين اللي كتساعد على النوم ودار الدراسات أنا نرجس بخصوص هذا الموضوع الموضوع داروا تجارب لمجموعة من الأشخاص الأشخاص اللي كيستعملوا للي بسي تيقول لك حكا أنا غنتفرج في البيسي ولا في سمارتفون ديالي حتى النقاس حتى نجيب النقاس لقاهم أنهم هما اللي تتعطلوا في النقاس بعكس أشخاص تيقرأ كتاب هما الأسرع تيكونوا باش ناسوا إما كيتعطلوا بالنعاس يا إما كينوضوا فسط الليل يا إما ما كينوضوا صحب الكريق بالملوغس با كيكونوا اشتعبين نعاس يكونوا عيانين تيأطر على التركيزين مع النهار ديالو كلهم إذن نحسن نحيدهم هذن نحسن نحيدهم هذن نحسن نحيدهم الآباء يعني هم مخصوم يقوموا بها باش الطفل كي يخدهم كقدوة وآخر نقطة بنسبة لآباء أيضا نستغلوا دائما عطلة نهاية الأسبوع باش ندروا أنشيطة مجموعين مع أولاداتنا هم بروغرام نخرجو ولا بدا ما نكونوا معاهم محاضرين باش أول ما كينقنطوش باش ما كنخليهم مش ما كيديرو والو إحنا يبرسنا غالسنا ذاك العطلة زي عمال الويكند كنرتاحوا فيه إذن لابود دا ما ندروا ذاك بروغرام مجموعين بالنسبة لتحكم في الوقت وتقنين هذه الأجهزة نقلسوا مع أولاداتنا ونقلسوا مجموعين ونقرروا ندروا بحال واحد غيون دو فامي كان سمع غيون دو فامي كان نقلسوا ونقرروا واحد القواعد غمشوا عليها واحد القانون اللي الحدود ديروا تكون واضحة حنا كنكونوا أدكية كآباء حنا كنبينونوا بأنهم رهوما لكي يختاروا حنا كنعطوا مختيارات ونحن رأي محددين مثلا لقلنا ساعة في النهار ما هنقولوش فلوسة هنقولوش بحالة تفضل مثلا الساعة فاشي الله تدخلوا من المدرسة بحالة مع ربعات العشية ونبيت مع ستات العشية نساعة أو لا تفضل كنتعطيقوا اختيارات وانا كيحس براس نوع من التفاوضات كيحس براسه مهم جدا أنا كعطاتي بعدها اختيار كيكون متعاون أكتر وكيلتزم بالحودود تكون واضحة وعلا شلا كنكتبوها باتها فوريقة وكننعلقوها بشغل كيدخل نعلقوها في الصالون نعلقوها في البيت ديالو وكندروا يعني بحال لعبة مثلا فالحنا سنين نكونت خا مثلا أنا المدير نتوى نائب المدير حيث الأطفال كل ما تعملتي معهم بلطفة كل ما لعبتي معهم كيستعبوا المساج أكتر ما نتجاوزوش هذيك المودة التي تفقنا عليها ونبقوا تابتين على الموقف دينا على قرار دينا وخي بقى يطلب تلغب دف الصبح وخي بقى يطلب حيث فلو غادي يطلب نهرو نهار تاني نهار تاني شاف كتابته ما غاديش يبقى حيث الطفل دائما كيجرب كيشوف والديه تلين غاديمشو معهم كيجرب بجميع الطرق بجميع الطرق كيشوف الأب والأم تابتين ما كيزيدوش كيحاولوا من بعد ما كيزيدوش نحرس على أن والدي تكون عنده أنشطة هادي دائما تنقولها أنشطة فنية أنشطة رياضية الرسم ولا بدل أن الطفل شنو؟ الطفل راتاقة وحيوية لازم ما يفرغها سوف أهموا أن والدتنا كيقنتوا أنا رجيس ممكنش فرضوا اليوم يقاشوا بنفس الريتم دينا والدتنا بغين يلعبوا ويكتشفوا بغني يديروا لذلك تخصهم والدتين وظيفة ديرهم في الحياة يلعبوا يلعبوا يتحركوا ويقنتوا شوية ويقنتوا شوية لذلك المخيلة والخيال ديرهم يبدع الإبداع يأتي من هنا ولكن ليس يقنتوا النهار كله يعني يقنتوا مثلا الساعة ساعة مثلا البيكان يدخلوا واحد ساعة يمكننا أن يقنتوا يقولوا ليس مشكلة شو ممكن لك تدير كي يمشي الإبتكار الإبداع هو كي يفكر شو ممكن لك يدير نعرض على صاحبه والدار هذه حاجة مهمة ما ممكنش نديرو إحنا شي حالي كان عادي كي يجيو عنا بحال دمام مثلا أصدقاء دينا ولا الجيران ولا العائلة إذا نحرصوا أو أننا نعرضوا عليهم أو إحنا مشو عندهم نيجو عنه وصحابه مكنش الأجهزة الإلكترونية ولا مشو عند صاحبه ولا بنتي مشو عند صاحبتها نعيط الأم شو كولي غدي يكون معاهم شنو غدي يدرو فضيك النهار مشي غنصفت ولدي وصافي مثل غديمشي واحد تسوعة بعد تسوعة غنقمضوزة في الأجهزة الإلكترونية إذن هذه مشي حاجة مزيانة نحرص على طقوس معينة قبل النوم يعني تكون مثلا كما قلنا نحنا نتفو التليفون نتفو لطيلي نتفو شي ساعة من قبل تكون القراءة تكون بتطخشوية الموسيقى يمكن تكون مثلا مرة في الأسبوع جمعا نقرروا مشوية القرآن هذه حاجة كالترية تحكي على حد نوع من الاسترخاء بالنسبة للطفل ثم الأجهزة تكون دائما بعد فصالهم نقلونه حتى الوقت ويكونوا بدي كود ونكون دائما نبدلوا لي كود حتى توليدات اليوم طبعا كلها عليهم كي عرفوا الكود غير دائما غير غير يطيحوا وعليدهم كل السمرة نحرص الأناني نبدل هذا الكود وحاجة مهمة دائما وهي توزيع المهام والمسؤوليات داخل المنزل كل ما أعطيناهم مسؤوليات كل ما كانوا معتمني لنا نفسهم أكتر كل ما كانوا يتحملوا مسؤولية وكل ما كانوا يمكن أن يكون خاوي بزاف جميعا قاوهم ما يديرو إذن هذه فقط يعني نصائح التي قدروا تبعال شكرا لك نرجيس وإهم أننا نفهمو أن وليداتنا محتاج الوقت والدعم والحب منا نبدلو مشهود سوف غير بزاف دي الأباء اليوم تشاهدونا غايقولك وراه صعيب مع داقت الحياة ولكن كيف بقا وليداتنا أهم حاجة أهم حاجة تنعيشوها أهم إنجاز في الحياة ديانا نعطاهم الوقت الكافي ونبدلوا المجهود ومن وخايف قاوية نجنجوم نجنجوم ونديروش تكشيل بغاوية أكيد وثابتين ثابتين على رأي ديانا مرسي بك ونرجيس